مدرية الأثار بإسكندرية أعلنت عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الدقيق للأبواب الرئيسية لقلعة قايد باي التاريخية وكذلك إزالت الكتابات من علاء الجنران ومحمد متولي مدير عام أثار إسكندرية والساحل الشمالي قال إن الكتابات على أسوار الألعاب تعتبر إحدى السلوكيات السلبية والخاطئة لبعض الزائرين رغم تواجد مجموعات من المفاتشين لنشر الوعي الأثري على مدار الساعة نوه إن معظم الكتابات موجودة على الأسوار الخارجية بشرع الألعاب من الخارج وأماكن محدودة داخل البرج الرئيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر